موسيقى موسيقى مساء الخير من تلفزيون لبنان منحييكم ومندعيكم لمتابعة الحلقة المقبلة الأخيرة من هالموسم من برنامج أمن حالك رغم كل ظروف ورغم كل التحديات لبنان رح يستضيف مؤتمر العام 31 للاتحاد العربي للتأمين بين 24 و 26 مايو أيار 2016 هذه هي المرة الرابعة اللي بيستضيف لبنان فيها المؤتمر حيث المرة الأورى كانت بأوائل الستينات وعقد المؤتمر بفندق السين جورج وتولى المرحومان باسم أمين فارس وجون شدياء بحين استضافة المؤتمر سنة 1975 كان من المفترض انعقاده تاني مرة ولكن اندلاع الحرب سنته أطاح بالمؤتمر وما انتوقفت الأعمال الحربية مطلع العام 1991 حتى وجه جوزيف زخور رئيس جمعية شركات الضمان وقت الدعوة للاتحاد العام العربي للتأمين لعاقد مؤتمره العام لسنة 1992 بحيث يتأكد كل العالم أن السلام قد عم باللبنان وانعقد المؤتمر بأربع أيار 1992 بفندق لبريستون بحضور أكثر من 750 مندوب أجنبي كانت الحرب أبعدتهم عن لبنان على امتداد 16 سنة وكان أول مؤتمر عربي الدولي بتستضيفه العاصمة اللبنانية بعد انتهاء الحرب وعام 2004 وجه إبراهام ماتوسيان الدعوة مرة جديدة لأكيد انعكاد المؤتمر باللبنان وانعقد بال2004 بأكيد مشاركة كتير كبيرة اليوم عشية إذن انطلاء المؤتمر الـ 31 ببيروت نستضيف بستوديواتنا بستوديوات برنامج أمن حالك وتلفزيون لبنان الأستاذ ماكس زكار رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان وأيضا مدير عام شركة كوميرشل مسأل خير أستاذ ماكس نحن أكيد منرحب فيك حضرتك كنت موجود معنا ببرنامج أمن حالك أول شي بنا نبرك لك لأنه من حوالي الشهر تقريبا تم انتخابك لتولي رئاسة الأكال لأكيد مرة جديدة اللي هي كانت أول مرة سن الماضية وهذه هي المرة الثانية أول شي بنهنيك ستاذ ماكس شكرا ونتمنى لك التوفيق أكيد بالمستقبل شكرا إذا بتخبرنا هيك بشكل كتير سريع قبل ما ننتقل للجيف شو هي المشاريع على أهم المشاريع اللي توليت حضرتك إدارتها بالأكال بالسنة اللي ما رأيت وهيك وصلت لبر الأمان أول شي كن بدي أقول أنه طالما حكيت عن انتخابات كن بدي أقول أنه انتخابات يلي صاروا كانوا انتخابات ديمقراطية بشكل كامل لكن عنا دغوطات سياسية ولا دغوطات من شكل آخر وتم الانتخاب من بعض انتخاب أعضاء الجامعية تم انتخاب رئيس الأكال وكمان كانت عملية ديمقراطية أما بالنسبة للمشاريع بتحب تعرف عن المشاريع المستقبلية نحكي شوية شو أنجزنا ونجدع من نطلق إلى أكيد المشاريع المستقبلية نحنا بتعرف بجمعية شركات الدمان في تكامل يعني ما فينا الواحد يجي يقول أنه شو أنجز هلا أو شو أنجز قبل أو شو غحين يعني المشروع اللي بيبلش فيه الرئيس السابق مظبوط أكيد أنت بتكمله أو اللي بيتولى الرئيس مظبوط بس نحنا اللي جربنا نعملو هايديك السنة مع الأعضاء مجلس الإدارة هو أنه يكون عنا حلقة كتير منيحة مع أصحاب القرار يعني يلي هن الوزارات بلشنا مع أكيد مع وزارة الاقتصاد ولجنة الرقابة والوزارات التانية كمان نعم تقربوا أكتر يمكن من شركات التأمين لأنه متل ما منعرف بالماضي كان فيه متل ما بيقولوا باد إكسبرينز بين شركات التأمين بعض شركات التأمين والمستهلك واللي أدى يمكن لها الصورة اللي أنتو عم تشتغله على تحسينها مظبوط بالنسبة كمان للعلاقات فيه علاقات خدمات التأمين كمان جربنا نحسن العلاقة معهم لأنه بالنتيجة هنا منهم أخصام يعني عنا بلشنا بعلاقات مع شمعية مع نقبة البروكرية ومع نقبة الخبراء السير ونحن هيدا شي اللي بدنا نكمله هنه هو الأشخاص اللي هنه بيكملوا هيدا القطاع ولي هنه جزء لا يتجزأ منه مظبوط أستاذ قبل ما ننتقل مثل ما قلنا لموضوعنا الأساسي بعد هيك بشكل كتير سريع شو هي أهم أهدافكم هلأ لثلاث سنين اللي جايين لأن هلأ الولاية حضرتك رح تستمر ثلاث سنين مظبوط مش سنة واحدة مظبوط نحن بين المشاريع في عنا كذا بوارث تأمين جديدة بدنا نبلش فيهم في عنا يلي بنسميها نحن يلي هي التأمين العشري على الأبنية نعم يعني إذا بنى انهار خلال عشر سنين شركات تأمين بغطوها شي بدنا نكفي بتأمين هيدا التأمين رح يصير الزامي رح يصير الزامي بدنا نكفي بالتأمين الزامي للسيارات المادي نعم هلأ عنا تأمين البس الجسدي بدنا نأسس التجمعات للنفط والغاز تجمع للزلازل وتجمع للطيران تنأمن الطيران نعم كله ضمن جمعية شركات الدمان نعم بدنا نأسس كمان بجمعية الشركات الدمان يوث كوميتي يعني كوميتي لجنة للشباب نعم وبالنتيجة كمان بدنا ناخد بشكل جدي قصة الدمج مع استحواز لشركات تأمين يكون فيه حوافز مع البنك المركزي مع البنك الدولي مع لجنة رقبة التأمين فهذا شيء كمان مشروع كتير مهم بالنسبة لألنا وطبعاً نحن بنحسن عطول الصورة تبعيتنا بالداخل وبالخارج هلأ بعتقدت هوا هنه أهم شيء بالنسبة لألنا على ثلاث سنين اللي جايين يعني متمنى لك أكيد كل التوفيق مع فريق العمل أكيد لأنه أنتوا أكيد أكيد كتير كبير ومن خبرات ومن مدرأ شركات شكرا ومشاء الله بتقودوا هالكتاع لبرا الأمان نحن رح ننتقل عن زملتنا كريستين حتى هذا لنبلش نحكي بموضوع المؤتمر المؤتمر العام للاتحاد العربي للتأمين مثلا خير كريستين مصور عشية انطلاق مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين بدورته الواحدة وثلاثين تحت عنوان التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين أكيد بيستمر هذا المؤتمر لغاية نهار الخميس حيث بتم تحديد مكان وزمان إقامة المؤتمر القادم بالإضافة لإعلان قرارات وتوصيات المؤتمر الحالي عم ينعقد هذا المؤتمر ببيروت وتحديدا بأوتال فينيسيا لمتابعة ودراسة كيفية التغلب على التحديات الكبيرة يلي عم بتواجه كتاعة تأمين بالمنطقة العربية والعمل أكيد على توحيد الجهود والتكاتف من أجل الاستمرار والتقدم بيشارك بهذا المؤتمر عدد لا يستهان فيه من أصحاب ومدراء شركات وممثلين عنهم بالإضافة لأبرز خبراء التأمين بالعالم العربي يلي بشكلوا مفتاح مهم رح بيساهم بإعطاء الحلول والأفكار الجديدة لدعمها الكطاع وتمكنوا من تجاوز العراقين خلال فترة المؤتمر تنعقد بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين عدة اجتماعات للتعارف وتبادل الخبرات وبيتم أيضا تقديم العديد من الدراسات الإحساءات والمحاضرات من قبل أهل الاختصاص ومن قبل أهم الخبراء الأجانب حيث بتم خلالها تصلية الضوء على عدد من المشاريع المستقبلية وكمان إذا منرجع بنتابع البرنامج لهذا التأمين نلاقي أنه رح ينحكي عن مستقبل البترول والغاز بلبنان بالنسبة للضمان العربي أيضا مستقبل التأمين الرقمي وكمان مستقبل إعادة إعمار البلاد العربية هون أستاذ زكار يعني حكينا رح ينحكي بالمؤتمر أكيد بطريقة مفصلة عن مستقبل التأمين الرقمي بس يريد فينا نعرف من حضرتك هيك لحتى نقول للمشاهدين شو هو التأمين الرقمي يعني هلأ نحنا بنعرف أنه حالي لمواكبة التطور التكنولوجي بس قدي ممكن يكون بلبنان له دور مهم وقريبا بالنسبة للتأمين الرقمي يعني هو مفهوم أنه التأمين سيكون بواسطة الانترنت وكل شيء سيكون بواسطة الكمبيوتر اليوم في عنا كلمتين كلمتين حلوين يلي هني جين واي يعني جينريشن يونغ وفي عنا الـ IOT يلي هي انترنت of things يعني تأمين رح يكون الانترنت of things أحد الأشياء تبع الانترنت الناس حيشتهوا التأمين بواسطة الانترنت وجين واي يلي هي جينريشن يونغ يلي هني بدون يشتوها البواليس بواسطة الانترنت صار فيه حسايات تير حلوة أنه الجين واي منهم مبسوطين أبدا من التعامل مع شركات تأمين بواسطة الانترنت لسبب واحد مش لنوية الخدمات بس هو لأنه ما بيقدروا يستعملوا الانترنت مع شركات تأمين وياخدوا كل التفاصيل ويقدروا يتعاملوا مع شركة تأمين بواسطة الانترنت أو يحلوا مشاكلهم أو حوادسهم بواسطة الانترنت هل إحصاءات بلبنين ولا خارج لبنين عالمية نحنا قدي بعادة عن هالأشياء نحن نحن نحكي عن إحصاءات عالمية مطلح ما صار الانترنت كتير داخل بلبنان برأيك أستاذ زكار قدي بعد كم سنة نحن 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 نحكي عن أغلبية عم بتطالب هالنوع التأمين نحن عايشين هالشي نعم بس مع أقلية نحن عايشين هالشي بس مش موجود بس نحن عايشين هالشي اليوم الشباب ما باع عم بيشتروا شي إلا بواسطة الانترنت نعم عم بيحجزوا مطاعم عم بيوصوا على تياب بس إذا هالشي مش موجود أكيد رح نتأخر شوي بس الشباب حاضرين بس نحن شركات تأمين مش حاضرين نعم بعد قدي بتصير شركات تأمين حاضرة بتصور خلال خمس سنين نعم رح نكون لازم واحد يفكر بها وهل هل هل يعني بيكون فيه شراء البوالس عبر الانترنت وأيضا حل الحوادس عبر الانترنت هيك معطي بشكل كفير سريع أكيد أنا في ثلاث مواضيع رح نطرح بالمؤتمر رح نحكي عنا بس بدنا نروح حتى لأبعد من هين من هيك بعد خمس وعشر سنة رح نأمن السيارات ولا رح نأمن جوجل لأنه سيارات رح يمشوا مع جوجل ما حيكون في سواء رح نأمن جوجل أو رح نأمن مايكروسوفت كمان هيدا سؤال مهم بالنسبة للتأمين فكلنا لازم نفكر بها الموضوع مشان هيك بالمؤتمر حكينا بالتأمين الرقمي وهيدا شي موضوع كثير مهم بالأخص للشباب وشباب لبنان اللي عمرهم هلأ ستة والسبع سنين نعم لازم تكون جاهزة شركات التأمين لتكون الطموحهم بالمستقبل مظبوط نعم رح ننتقل عن زامرتنا كريستين في سؤال هون أستاذ كار يمكن مش أفضل لو أنه يضل فيه العلاقة المباشرة بين المؤمن وبين شركة التأمين لأنه مثل ما ذكرت حضرتك حسب كمان الإحصاءات أنه ما كثير كانوا مبسوطين لأنه ما عم بيكون فيه هالعلاقة المباشرة اللي حتى يقدروا يفهموا طبيعة الحادث يتواصلوا مع المؤمن يعني العلاقة غير ما تكون عبر الإنترنت ما رأي حضرتك؟ في الجيل الأديم وفي الجيل الجديد بلنا نعرف شغلي أنه عالمياً الجيل الأديم تحسن رؤية الجيل الأديم على شركة التأمين بعشرة نقاط بالنسبة لخدمات التأمين شراء التأمين أو بالنسبة للحوادث الجيل الأديم الجيل الجديد مثل ما أخبرتكم مزعوج من قصة أنه ما في عندهم مجال يتعاملوا مع بواسطة الانترنت اليوم شركة التأمين موجودة ليش الواحد لازم يقول ألو تحت عايشة بوليسي التأمين إذن لازم يصير فيه تأسيس مثل ما حضرتك ذكرت الجيل الجديد اللي عم بيينشق على كل شي رقمي ما عم نحكي عن الجيل اللي بعدها ولكن شركة التأمين لازم تكون جاهزة لأن بس قبل هيدا الجيل ببطلوا يمكن يعرفوا يحكموا مع شركة التأمين بليش ما بيحكوا بيحكوا بواسطة الانترنت نعم وبيحكوا بالتفاصيل لأنه اليوم لما الواحد بدو يحكي مع موظف بعد عشر دقايق بيزهق الموظف بينما إذا بتحكي بواسطة الانترنت وعم تقدر تعمل مقارنات بالنسبة للتغطية بيفضل كتير هالشاب وعلينا عم بيحكي مع الشركة التأمين بالوقت اللي هو بدو يحكي معهم يعني يمكن ساعة 12 بالليل نعم ما بتكون فرضة عليه الوقت لمعين أثناء الشركة التأمين ولازم اليوم نعرف أنه الجنريشن واي اللي هنا اليونج جنريشن 25 بالمية بيمثلوا 25 بالمية من المستهلكين تبع التأمين هالأيام مواضية كتير شيقة أكيد رح نكمل طرحة مع حضرتك أستاذ ماجز زكار ولكن قبل رح نتوقف مع فاصل إعلاني من بعدها من تابع برنامج أمن حالك بعدنا معكم مشاهدينا ببرنامج أمن حالك لكل الأشخاص اللي حبين توصلوا معنا بتقدروا تحكونا على صفحتنا على الفيسبوك أمن حالك أو على رقم التليفون الخاص بالبرنامج اللي هو 7016919 بالعودة لضيفنا أستاذ زكار كمان خلال المؤتمر رح يتم رح يتم كمان فتح موضوع مثل ما ذكرت حضرتك البترول والغاز بلبنان وأيضا رح ينحكى عن مستقبل إعادة أعمار البلاد العربية برأي حضرتك رحل رح يكون في قريبا مستقبل للبترول بلبنان أكيد ونحنا بنا نشكر هون الوزير أرتيو نازاريان يلي شجعنا بمشروع تجمع شركات تأمين لتأمين النفط والغاز بلبنان وبالنسبة لإعادة أعمار البلاد العربية أكيد اللبنانية سيكون عندهم دور مهم بالنسبة للموضوع ومشان هيك نحنا حكى أكثر على الدور التأمين بإعادة الأعمار نعم نعم بشان هيك نحنا طلبنا تنشوف مستقبل إعادة أعمار البلاد العربية طلبنا من الولد بانك أنه يجوا يحكوا رؤيتهم بالنسبة لالعمار نعم ديش هيكلف وبالنسبة للتأمين راح عنا شخص من شركة تأمين إعادة تأمين فرنسوية هو كمان راح يعطو يعطي رأيه ويقول كيف هن كشركات عادة تأمين عم بيحضروا حالهم لتأمين هالأعمار بالبلاد العربية أستاذ زكاربي يعني من عنوين هالمحادرات اللي راح تكون بالمؤتمر منلاقي في كتير تفاقل يعني منلاقي أنه راح يجي أعمار للبلاد العربية قريب راح يجي النفط بلبنان هل عطاكن الوزيرة معالي الوزير حد أقصى لتكونوا حاضرين كرمال التأمين النفط والبترول بلبنان نحن ما بدنا ما بدنا وقت كتير تحتى نعمل تجمع لتأمين النفط هو فيه مضوات لازم مع مجلس الوزراء بس يكون فيه ينمضوا راح ييعطوا البلوكات أو بلوك واحد لشركات البترول ومنها المنطلق راح راح التجمع يشتغل نحن راح بس نشرح بشكل كتير سريع للمشاهدين شو يعني التجمع تأميني اللي هو تكون تحت تحت رعاية الأكال اللي يمكن بداخل الأكال أنه كل الشركات بتجتمع وبتوزع مخاطر بين بعضها لأنه أكيد المخاطر كتير كبيرة وأي حادث بيكلف كتير كمالة تتوزع المخاطر وما تتحمل شركة واحدة 100% ومع عدد تأمين أكيد عالمية نعم لها بتكون دعمة للشركات اللبنانية 100% وبخصوص الأعمار البلاد العربية برأيك هك الخاص دور لدور الشركات اللبنانية كتأمين هل رح يكون دورة كتير كبيرة حسب تحضيركن لهذه المحاضرات ما أكيد نحنا شركات تأمين اللبنانية أسسنا لتأمين بكل البلاد العربية وبالنسبة لأعمار البلاد أول شي في عنا سورية اللي هي شهرتنا نعم وبالنسبة للعراق الشركات التأمين بلشوا يشتغلوا بالعراق وفي عنا ليبيا أكيد موضوع تاني بس ما في ما في سبب أنه ما يكون عنا دور بارز بهال على أمل أكيد بهك أستاذ ذكر خبرناك لنرجع للمؤتمر للتحضيرات وللتحديات واجهتكم كتير تحديات يمكن مثل كل مرة لبنان بس بدوا يعمل شي بدوا يكون في مبادرة شخصية من قبل أصحاب الشركات وتحديات كبيرة بيواجهوها ولكن أخي شي بينجح بأكيد بتنظيم المؤتمر شو أبرز تحدي كان مواجه كون السنة نحنا نحنا بالنسبة لقيلنا عنا خبرة بالنسبة للمؤتمرات والندوات فأول شي مثل حضرتك حكيت أنه بال1992 نظمنا بال2004 نظمنا وعنا خبرة بهالموضوع وبقلب الأكال بقلب الجامعية في عنا أكيب بتشتغل وكل شي كل شي منظم وكل شي ماشي تمام وقتلات محجوزة ونحنا منتظرين 1375 شخص تقريبا من 40 بلد بالعالم نعم وهل يعني حكى عن مقاطعة عربية للمؤتمر هل نحل الموضوع في مشاركات عربية كبيرة في مشاركة عربية أكيد في مشاركة عربية هلا نحنا مشاركات تأمين مش فيتين بالسياسة فاللي بيجي هلا وسهلا فيه وبنا نرحب فيه وبنا نستقبل وكذا بس بالأرقام اللي عم بعطيك هم 1375 من 40 بلد بالعالم شو لازم يعرف عن هالمؤتمر المؤتمر المشاهد اللبناني لازم يعرف أنه هالمؤتمر بناء كل سنتين ببلد نعم بعد سنتين رح يكون بتونس وأكيد كل الناس منتظرين المؤتمر بلبنان لأنه معودين على حرارة الاستقبال اللبنانية وأكيد كل الشركات التأمين اللبنانية مجندين لنجاح المؤتمر أستاذ ماكس يعني نحنا اليوم بالحلقة المقبل الأخيرة لهالموسم من برنامج أمن حالك على أمل العودة قريبا هاي كلمة أخيرة للمشاهد اللبناني عن التأمين أول شي بدنا نشكر البرنامج تبعكم لأنه حسينا آخر مدة أنه الإزاعات والتلفزيونات تصلوا فينا حتى يعملوا حلقات على التأمين وليتضح أنه المستهلك اللبناني لا بيعفشو حقوقه ولا بيعفشو واجباته بالنسبة للتأمين فأنتوا بتشرحوا عطول هالهاشي وبأعتقد لازم بواحد يكفي معكم ومع غير إزاعات وتلفزيونات التلزيونات للتوعية أكيد نحنا نشكر وجودك معنا أستاذ ماكس زكار رئيس جمعية شركات الضمان بلبنان وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة كوميرشل شكرا لو جودك معنا نحنا رح نتوقف مع فاصل أهليني وأكيد منرجع من تابع برنامج أمن حالك وصلنا معكم مشاهدين على آخر فكرة ببرنامج أمن حالك لحلقة اليوم أكيد رح نكون مع عدد من الأسئلة يلي وصلتنا خلاله الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أمن حالك وعلى رقم التلفون الخاص بالبرنامج بس قبل رح نتوقف مع أعلان لشركة تأمين من برات لبنان لحتى نشوف كيف طريقتهم بتسويق برامج التأمين خلينا نشوفها سوا كما شفنا مشاهدين أنه الأخطار دايما بضحيت فينا بكل مكان نحن نقدر يمكن لازم نكون دايما ماخدين احتياطاتنا بهذا الموضوع ببيوتنا خاصة كما شفنا أعلان عن تأمين المنازل ومثل ما شفنا بهالرأسة الصغيرة اللي شو بيتعرض لمخاطر لرياح لأعصير لهزات أرضية يفوت سيارة بالبيت تكسروا للبيت أو كاميون حتى كمان يمكن الأمور الصغيرة بقلب البيت يعني ممكن تسبب درر لأولادنا كمان كلمة لهيك لازم تأمنوا على بيوتكم تأمين حريق في عدة تأمينات أكيد موجودة بتسألوا عنا شركة التأمين لحتى يعطوكم كل التفاصيل كثير مهم أكيد نأمن على بيوتنا مثل على سياراتنا لأنه مثل ما شفنا بالأسبوع من أسبوعين تقريبا قديش لما تخسر شغلة تأمينة قديش صعب ترجع تستردها خاصة إذا كنت عم تصمد حقها هون رح نروح لسؤال من المشاهدين وصلنا خلال الأسبوع دق على الشركة وليد عم بيقول أنه صار معي حد السيارة أنا مأمن ضد الغير فأنا مفكر أنه شركة التأمين هي بتصلح لي عندها جراجات أنا قدر صلح عندهم فعم بقول أنه رح معه جوان الكولاس فدق على شركة التأمين وسألها نعم إذا في أعطينا اسم الجراج لحتى صلح بهذه الشركة عم بقول أنه رفضت الشركة أول شيء نحن كلنا بنعرف صرنا وصرنا كتير حكينا عن تأمين ضد الغير وتأمين الشامل تأمين الشامل هو اللي بيغطي الأدرار المادية فقط لا اللي بتسيب سيارتنا مش مش ضد الغير وتأمين الشامل إذا الشي بيغطي لنا سيارتنا هو التأمين الشامل مش ضد الغير وكل شيء أعطي الميكانيكية يعني هو ما بيتغطى هلأ هو في استشيره لشركة التأمين إذا يمكن عندهم جراجات بيعرفوها بس أنه هيدا ما بتكون شاملة بالتأمين يلي أنتم معكم يمكن نازم نذكر المشاهدين لأنه شركة التأمين إذا صار عطل ميكانيكي بتنقل السيارة على البلاطة للجاراج بس هيدا خدمة إضافية بتقدمها شركة التأمين ولكن هي أبدا منها كافيلة بالأعطال الميكانيكية إلا إذا كانت الأعطال الميكانيكية من جراء حادث فتنة حادث كبير وتأثرت الميكانيك تبع السيارة أيضا مش بس البادي تبع السيارة أكيد بتتغطى ولكن بدو يكون من جراء حادث مش عطل ميكانيكي بيور نعم كمان في عنا سؤال كمان من أحد المشاهدين عم بيقول هل التأمين الشامل بغطي المريه في حال انسرقت من سيارتي مبدئيا يعني كل الشركات هي ما بتغطي السرقة الجزئية المريه شممكن بعدين سرق دولاب يعني إذا صار في سرقة كمان سرقة وراجع وغراد من قلب السيارة هون شركة التأمين ما بتعترف فيها هلأ في بعض شركات التأمين بتضيف هيدا التغطية السرقة الجزئية بس أكيد مقابل مبلغ إضافة بتدفعه ودايما أنتوا لحتى تعرفوا كل التفاصيل رجعوا قروبوا لسيدكم كلها لحتى شوفوا شو التغطية وشو الاستثناء خاصة بهيدا التغطية يعني دايما نسألوا كل التفاصيل أحلى ما تفوتوا بعدين بإشكال مع شركة التأمين بعد معنا وقت حتى نكفل بإخل السؤال كمان في حدا عم بقلنا صار ما يحادث بالليل على أوتوستراد جونية إجا الوينش ونقلي السيارة على البيت لأن ما عرفت شو بدي أعمل فيها تاني يوم الصبح طلبت الوينش تنقلها على الجراج بس ما قبلوا غير ما دفعوني النقلة مع أنه عم بقول أنه بحقل بالوينش بنقلها قد ما بدون هي الفكرة أنه أكيد بحقلنا بكذا نقلة ولكن بالحادث الواحد نقلة وحدة يعني أول ما يصير معنا الحادث وأول عطل لازم يعني نعرف لوين لازم ناخد السيارة لأنه بس نقلة وحدة بالحادث تنقل الشركة هلأ أكيد في أمور تانية موجودة بتكون بعاقد التأمين مع شركة التأمين TPA شركة مقدمة لخدمات كمان مثلا من جراج لجراج ما في من ينقلوها بس بدأرجع أذكر أنه هي بتكون وعبقول أنه unlimited عدد النقلات هو بيكون غير محدد في حال حادث وبيكون عادة أغلب الشركات عم بيعطوا ثلاث نقلات في حال العطل الميكانيك اللي حكينا عنه أكيد بأول الأسئلة إذن كريستين نحن هون وصلنا لنهاية حلقتنا نحن منقول لكل المشاهدين أنه يلاقونا الأسبوع اللي جاي بحلقة خاصة لتخطية مؤتمر الجيف اللي عم ينعقد بلبنان رح نكون تحد بريبورتاجات وأيضا بمقابلات مع كل المشاركين ورح نطلب منهم كمان يتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أمن حالك وكمان على صفحة تلفزيون لبنان كمان الحلقات موجودة لحتى ينعرضوا وينعادوا على صفحة تلفزيون لبنان ويوتيوب شكرا لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة